إن النحل شباب بس طلعت من مرعة غزير إلى مرعة جاف أو مرعة معدوم النحل رح يتراجع كتير بشكل كتير كبير وما بقى يقضي يرمي من نفسه أما نحن وقت اللي مناخد من مرعة لمرعة بيكون حبوب لقاح بيكون في عنا رحيق بيكون في عنا كتير من هالأمور رأي فالنحل بيضل متابع بيضل الملكات من 12 طاعة وضع البيض نحن ما لازم نفرمي للنحل يعني مجرد ما فرملت النحل أنت رجعت النحل إلى نقطة الصفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي النحالي إنما كنتم أصعد الله وقاتكم بكل خير شباب نحن في عنا الأخوي النحالي يعني بيسألوني طبعا كتير بتتدأس إلي إنه كيف أنت بتجيش نحلها كيف يعني أنت يعني ما شاء الله يعني بيضل عندك النحل المجيش إلى الوقت الخريف طبعا في عندي كتير أعمار رح يقوم فيها طبعا في عندي فيديوهات بالأصل بالقناة إنه حكينا عن هالأمر هذا ومع ذلك رح خلخصه بالمجمل يعني نحن ممكن يكون أخوي النحالي يستفادوا من هالموضوع يعني تتطابق الطبيعة مع عنا طبعا نحن عام نحكي عن الإدارة إلى حد ما والطبيعة أكيد رح يكون إلى دخل طبعا شباب نحن وقت من جيب نحن نبدأ من أثناء خروج النحل من المراعي بنهاية الصيف نحن نبدأ نحن من الخريف طبعا بالخريف أنا أقوم بتبديل الملكات التعبة من المراعي ملكات المسنين نقوم بيعني التخلص منها ووضع ملكات جديدة ملقحة أو تكون شرانق طبعا نحن في عنا خريف يكون ما شاء الله غني بحبوب اللقاح نتيجة الطيون مثل ما كان شايفين بالصورة هذا الطيون نحن منسمي ما بعرف شو بتسموه أنتو بغير دولة فهذا النبات غني بالرحي غني بحبوب اللقاح فنحن بساعدنا على تلقيح الملكات بساعدنا على تأهيل النحل بعد خروجه من المراعي المرهقة الأمر الآخر التغذي الكسيفي والمركزي بفصل الخريف طبعا أنا بركز تغذيتي بشكل كتير منيح بعالج فاروا بعالج يعني أمراض بدخل نحلي إلى النحل إلى الشتاء بشكل يكون نظيف من الأمراض نظيف من الفاروا بدخل نحلي طبعا بصناديق أو خلايا جديدة إلى حد ما ما أمكن الأمر الآخر أقوم بانتقاء الشتاء أو المنطقة اللي بشتي فيها بشكل كتير منيح بشكل كتير مدروس بشكل كتير يعني أن تكون مشمسية تكون إلى حد ما تكون محمية من الرياح تكون محمية من الصقيع تكون محمية من عوامل الجو باردة أو المزعجة أقوم بتغطية النحل مثل ما نكون شايفين بالصورة يعني أنا بقوم بغطي النحل بشكل كتير منيح يعني حتى لا يتأثر بموجات الهواء العالي أو الرطوبة نتيجة الخلايا طبعا بترك أنا الفتحات السفلية معرضة للهواء حتى لا يكون في عندي نوع من الرطوبة طبعا بسارع إلى رفع الغطاء عنه في بداية الربيع بداية الربيع شباب أنا بقوم بوضع الكاندي أو العجينة البروتينية العجينة البروتينية الغنية بالبروتين ببداية الربيع ويعني بأول أسبوع أو الجزء الأول من آذار يعني بقوم بالتغذية التحفيزية اللي بتكون مثلا قليلة نسبيا إلى حد ما وأيضا تكون مركزين طبعا حكينا عن الأمر هذا بقوم بعد ذلك بمكافحة الفاروة هذا الأمر كتير كتير مهم لحتى تحافظ على نحلك بعدين بقوم بدعم الخلايا الضعيفة من خلايا قوية بساوي النحل بنقل النحل إلى مكان غني بحب اللقاح وغني بالرحيق ويكون مهوى إلى حد ما لأنه نعرف نحن الرطوبة الربيعية قاتلة قد تكون بعدين نحن ننتقي المناطق يعني الدافئة إلى حد ما نقوم بالتغذية هذا كتير مهم بالتغذية يعني الروتينية أنا بعتبرها المنتظمة والمدروسة بشكل كتير منيح لا بأس من وضع بعض المنكهات بعض الفيتامينات إلى المحلول السكري بعد هيك يعني بقوم بتنشيط النحل مثل ما حكينا وبقطع عنه التغذية قبل المراعي بفترة كتير منيحة وبداوم على معالجة الفاروة بحجز النحل بأخذه على المراعي ما بجهده كتير مثلا بالمراعي اللي القليلة أو الخفيفة بأخذه على مراعي تكون قوية وحتى ما بقطع عنه المراعي حتى لو كانت المراعي بعيدي حتى لو كانت المراعي مجهدي وطويلة المسافي ممكن آخذ النحل حتى يحافظ على آآ يعني أقلها إذا ما جاب العسل قد يحافظ على قوته ويحافظ على جيشه لأنه النحل شباب بس طلعت من مراعه ومن مراعه غزير إلى مراعه جاف أو مراعه معدوم النحل رح يتراجع كتير بشكل كتير كبير وما بقى يقضي يرمي من نفسه أما نحن وقت اللي بناخد من مراعه لمرعه بيكون حبوب لقاه بيكون في عنا رحيق بيكون في عنا كتير من هالأمور أي فالنحل بيظل متابع بيظل الملكات نتنشطة وضع البيض نحن ما لازم نفرمي للنحل يعني مجرد ما فرملت النحل رجعت النحل إلى نقطة الصفر هذا الأمر نحن لازم ننتبه له يعني نحن الرجوع إلى البداية كتير صعب لحتى نرجع نقلع النحل حتى لو أخذناها مراعه تاني بعد مسافي رح نلاقي صعوبة بجمع العسل لأنه ليش النحل تراجع إلى نقطة البداية طبعا من ظل نحن متابعين بين المراعي مثل ما حكينا طبعا ما بين فترة المرعه والمرعه الآخر طبعا نحن هون في عنا علاجات ضد الفاروال عنه الفاروال بتلازم النحل وفي عنا كتير من الأمراض أو الفاروال اللي بتنتشر نتيجة غزارة النحل أو كسافة المراعي كسافة النحالي اللي موجودة بيقد تكون ببقاءة جغرافية صغيرة فهذا الأمر نحن لازم نكون منتبهين له طبعا نحن ما لازم كمان ننسى الملكات الجيدة المناسبة للمنطقات تلقيح الجيد يعني من ذكور تكون قوية فهذا الأمر يعني لازم نحن ناخده معي الاعتبار السلالي اللي بتناسب منطقتنا النحل اللي بناسب منطقتنا تكون قريبة على المي تكون قريبة على الحبوب اللقاء فهذا الأمر كلاته يعني إذا ما اجتمع مع بعضه ممكن نحصل على نحل يعني جيد محل يستمر معنا إلى الفصل الثاني من السنة اللي نحن عم نشتغل فيه فهذا كل شي عندي يعني أنا هيك بشتغيل ممكن بعض النحالي يوافقوني الرأي ممكن يخالفوني حسب المنطقة اللي هني فأنا على الأقل هيك أعمالي هيك أشغالي ونتمنى إن شاء الله تكونوا لكم ناجحين ونتمنى لكم السلامي ولكم ولمناحلكم واللي معنوا مشترك بالقناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ونتمنى الخير للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة